السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم صلاح حامد وسماعات الأوديو تيكناكا M50X يعتبرون من السماعات المشهورين جداً ما بين صانعين المحتوى فالصوت اللي بتولده هالسماعات بيسموه متوازن ما فيه تركيز على البيس ما فيه تركيز على الهاي أند بل الصوت بيكون مستوي على كل المراحل الصوت على الإطلاق الأمر اللي بيخلي الاستماع لهذول السماعات أثناء المونتاج يعطيك صورة واقعية أكثر بالنسبة للصوت ولكن أوديو تيكناكا فيه عندهم إصدار من هاي السماعات ومش من هاي السماعات والزبط عندهم إصدار سماعات خاص للمستهلكين العاديين اللي هو الـ MSR7 الإصدار اللي معي حالياً واللي هو الـ Noise Cancelling أول شي لازم تعرفوا عنها السماعة من الاسم اللي هو الـ NC أو الـ Noise Cancellation هنا فيه عندنا قدرة على إلغاء الضوضاء اللي بتكون موجودة حواليك ففي عندك زر بيكون موجودة على السماعة كل ما عليك أنك تضغطه بدون ما تشغل أي إشي ومباشرة السماعة راح تلغي تقريباً معظم الضوضاء اللي بتكون مستقرة أو Static في الـ Background فبروح تقريباً كل أصوات العجقة اللي بتكون موجودة حواليك فلو كنت في مطار لو كنت في طيارة كل الأصوات الخارجية المزعجة بالعادة اللي ما بتكون مريحة لإلك راح تختفي مباشرة من الجدير بالذكر أنه هالسماعة هي Wired وليست Wireless ولكن بإمكانك أنك تفصله ومع السماعة نفسها بيجي معك كابلين كلاهما متر وشوي طوله تقريباً واحد فيهم بيجي مع مايكروفون ومع قدرة التحكم بالموسيقى والثاني بيجي بدون مايكروفون للاستخدام بشكل عام مع أمبليفيرز وشغلات أخرى لما نتكلم عن السماعة نفسها الباند اللي موجودة من الأعلى شبيهة جداً اللي موجودة على M50X ولكنها أرفع شوي ولكن في عنا نفس الملمس الناعم جداً والشبه جلدي ولكن اللي ما بيأثر كثير لما تلبسها لساعات مطولة بحيث أنه ما واجهت معها مشكلة حرارة من ناحية العرق أو الأمور هاي إن كان على سماعة أو على الباند اللي موجودة على الرأس أو على الكوشنز اللي موجودة على درايفرز نفسهم فهم جداً جداً مريحين أثناء الاستخدام ووزن السماعة جداً خفيف الأمر اللي ما بيحسسك بالزعاج أثناء الاستعمال لفترات طويلة الآن هاي اللي هدست مزودة بدرايفرز حجمهم 45 مليمتر واستجابة الترددات لألهم من 5 إلى 40 ألف هيردز هذا الكلام بيعطيك تجربة جداً جداً ممتازة أثناء الاستماع للموسيقى وللأغاني بحيث أنه قدرة السماعة نفسها لعادة توليد الصوت جداً جداً ممتازة وهالسماعة تتميز بقدرتها على تشغيل الهايرز أوديو بمعنى آخر لو كان في عندك صوت إنكودد على 24 بيد فإذا كان في عندك فلاك فايلز بتقدر تشغيلهم عليها وتستمع للموسيقى كما هي بدون أي تعديلات أو بدون أي داونجريد على الأوديو ليبل نفسها لما نتطلع على الفرد اليسرى من السماعات راح تلاقي عليها منفذ الثلاثة ونصف مليمتر اللي بتستخدمها لشان تشبكها في جوالك بالإضافة لمنفذ الشحن اللي هو عن طريق المايكرو يوس بي وزر In Noise Cancellation في عندك القدرة هون إنك تشغله أو تطفيه وبتقدر تستمع عبر هاي السماعة بدون ما تكون مشغل In Noise Cancellation ولكن من الجدير بالذكر إنه بمجرد ما تضغط على In Noise Cancellation وتشغله سماعة صوتها بيرتفع بشكل ملحوظ كثير صراحة بحيث إنه الامبيدنس تاعها اللي هو 150 اومز مقرؤة على In Noise Cancellation وهو شغاله وليس وهو مطفي لأنه لما يكون مطفي بتكون القوة أقل شوي فلما تشغله بيكون في دفع أعلى للدرايفرز اللي موجود فيها وبالتالي الصوت اللي طالع بيكون أفضل المواد المستعملة فيها السماعة بشكل عام هي خليط ما بين البلاستيك والمعدن فالفتحة التوسعة الخاصة بالسماعة نفسها علشان تكبر حجمها مصنوعة من المعدن والسماعة نفسها مصنوعة من البلاستيك أو الهارد بلاستيك علشان يكون وزنها خفيف بحيث إنه نتكلم هنا عن 300 جرام فقط وله هو شيء مقبول جدا ومش عملاق بحيث إنه بتقدر تحطها وتلبسها وتستخدمها لساعات طويلة بدون أي مشاكل بالنسبة إلي هالسماعات هاي وجدت مكان في شغلي بحيث إنه لما أكون في الدوام وأكون في مكتب وحوالي 20-30 شخص قاعدين بشتغلوا لما أشغل الـ Noise Cancellation بدون ما أشغل أي موسيقى مباشرة كل الأمور بتهدي وما بصير في عندي هالضجة الكبيرة وبقدر أني أركز في شغلي هاي السماعة ضلت في مكتبي حوالي أسبوعين تقريبا وهي محطوطة وباستمع لإلها بشكل مستمر على كل شي بسويه لما بدي أستمع ليوتيوب لما بدي أعمل شغل لما بدي أسمع حتى وثناء العمل المكالمات المايك اللي عليها أيضا لما كنت أشبكه على اللابتوب بتاعي بالشغل لأنه اللابتوب اللي عندي بيجي فيه منفذ واحد لكلها من المايكروفون بالإضافة للسماعة فاشتغلت مع هاي الهدسة أو مع المايكروفون اللي بيجي مع هاي الهدسة بدون أي مشاكل أطلاقا والمايك تاعها جدا جدا ممتاز من ناحية صوتية بحتة فهي السماعات شبيهة إلى حد كبير بالـ M50X ولكن فيه تركيز شوي على البيس فأول ما تشغلها وتشغل الـ Noise Cancellation وتكون حاطط Audio Source جيد جدا حتى من جوال لو كان جوال في أمب أو بري أمب جيد مثل HTC 10 رح تعطيك تجربة جدا 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 جميلة فحتى بتصير تحس برجفة شوي في السماعة نفسها مع البيس القوي جدا إذا كنت مشاغل الـ Noise Cancellation وإذا كنت معدل على الأكولايزر اللي موجود على الجهاز اللي أنت مشاغل منه وإن كان لابتوب أو إن كان جوال ذو أمب عالي وقدرة عالية على تشغيل سماعات محترمة زي هاي وطبعا بما أنه بنتكلم عن سماعات Audio Technica فلما تخلص منهم بإمكانك أنك تثني السماعات نفسهم علشان تقدر تحطهم على صدرك بدون ما تكون مشغل أو بدون ما تكون حطهم في وضعية غريبة شوي بإمكانهم أنهم يكونوا Flat Tech بشكل كامل والأمر اللي بسهل شوي أنك تحطهم في الشنت اللي بتيجي معهم بإمكانك أنك تحط فيه كابل USB وكابل الصوت إذا بدك تخزنها في المكتب وإذا بدك تخزنها في مكان ما وتنقلها من مكان لمكان نفسي صراحة كان أنه ييجي معها Hard Case وتوقعت صدقا أنه ييجي معها Hard Case اللي هي بتكون الشنت الثقيلة شوي اللي ما بتسمح لأي شيء أنه يضرب فيها ولكن بجت بدون ما أعرف شو بدي أقول لكم صراحة الآن بالنسبة لسعر هاي السماعة ورابط شراءها راح يكونوا موجودين في صندوق الوصف من شبابنا في سماعة.com راح يوصلوها لأي مكان في العالم العربي إذا حاب أنك تشتري الآن هل بنصح أنك تشتري هاي السماعة أو لا؟ MSR7NC هي سماعة إلى درجة كبيرة شبيهة بالاوديو تيكناكا M50X اللي موجهة بشكل أكبر لمنشئين المحتوى ولأستخدام الستوديو هاي السماعة تصميمها لا يعكس هذا الكلام أطلاقا شكلها كثير حديث شبيهة إلى درجة كبيرة بسماعات البوز سماعات البيتس من ناحية الفنش ولكن بشكل أفضل برأيي من بعض هاي السماعات ميزة نويز كانسيليشن فيها إضافة جدا ممتازة عن الأوديو تيكناكا M50X بالإضافة لأنه هنا فيه أمفسايز على البيتس أكثر هاي سماعات موسيقية أكثر من أنها تكون سماعة إداتين عملت عليها إداتين عادي بدون أي مشاكل واستعملتها لأقدر أني أعدل صوت وأمنتج صوت بدون أي مشكلة ولكن كنت طافي النيويز كانسيليشن لأنه لما شغله شوي البيس برفع بتحسه هيك وكأنه الصوت اللي بيكون طالع منها بختلف شوي على الكيرف تاع الساوند بما أنها طبعا سماعات مغلقة مش راح يكون في أي حدا حواليك بيقدر يستمع لأنت إيش سامع فلو بتعلي الصوت على الآخر ومشغل النيويز كانسيليشن حرفيا بتكون منعزل في عالم آخر فسماعة جدا جدا ممتازة من ناحية الأداء بالنسبة للسعر أمر بيرجع لإيلاك نكتحكم في مجموعة سماعات صارنا عاملينهم مراجعات للآن إذا في سماعة معينة في بالك حاب أني أطلع عليها وأجربها اكتب لي إياها في قسم التعليقات بالأسفل هذا كان كل إشياء الفيديو كان معكم صلاح حامد في أمان الله